كما تتلاشى لقمة العيش من بين أيديهم تلاشت أجسادهم حتى لم يبقى منها سوى هياكل عظمية تلفها الجلود هذا الطفل وغيره من مئات الأطفال اليمنيين يعاني من سوء التغذية الحاد وكالبلاد تماما أصبح عاجزا عن الوقوف على قدميه نتيجة حالته المرضية الحرجة الناتجة عن الجوع الذي يضرب البلاد في وصف هذه الكارثة الإنسانية قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان الله إن المجاعة في اليمن تجاوزت الحد الأقصى ويمكن وصفها بأنها أكبر كارثة في العصر الحديث وبحسب الصندوق أيضا فإن صحة ما يقارب مليونا ومئة ألف امرأة حامل ومرضعة أصبحت على المحك بسبب حالات النزوح وسوء التغذية وتفشي الأمراض وتآكل الرعاية الصحية في البلاد ما يسبب في العديد من الولادات لأطفال خدج أو منخفضي الوزن وحالات من الإصابة بالنزيف الحاد وعمليات ولادة متعثرة تهدد حياة الأمهات بشكل كبير منظمة اليونسيف من جانبها أكدت أن أطفال اليمن يموتون من الجوع والمرض بسبب منع الشاحنات المحملة بالإمدادات المنقذة للحياة في الموانع وقال جيريت كابيلر المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة إن في اليمن أدلة على أن طفلا دون السن الخامسة يموت كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أمام هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة تطول قائمة التصريحات من قبل المنظمات الدولية والمحلية وتقصر يد المعونة في الوقت ذاته ترجمة نانسي قنقر